اشتركوا في القناة لفخامته بكل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والتطور والازدهار بجمهورية مصر العربية الشقيقة وقد اكد جلالة الملك ايده الله في برقيته على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة والراسقة التي تربطه مملكة البحرين مع شقيقتها جمهورية مصر العربية والحرص الدائم على تعزيز اواصر هذه العلاقات والارتقاء باطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات لأفاق ارحب خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين سائلا جلالته المولى عز وجل ان يديم على فخامته مفهور الصحة والسعادة ويحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل ما تتطلع اليه من تطور ونماء وازدهار ورخاء اشتركوا في القناة